السلام عليكم هل عارفين بأنه يمكننا القفزات وطبائيات نسموهم كما بغينا باش نحمي راسنا من الفيروس الكورونا بأنه هذوك اللقاح اللي احنا لابتينهم كويقية راه إلقصنا بهم فعلا هذك الفيروس غايقدر يبقى عيش فيهم حتى الأربع أيام فما فوق بينما إلقصنا مثلا شي حد اللي عنده الكورونا ولاقصنا ذاك الفيروس الكورونا وغسلنا يدينا ديك ساعة مباشرة راه كان قتله ديك ساعة صورت لناهم بالماو السابون يكون أحسن و لما تيسترشلنا كنصحوا بلجال إدغوالكوليك و في هذا الحالة راه قتلنا الفيروس ديك ساعة لذلك أنا بني سبالي كيبلي بأن الوقاية بالغسيل ولا بتعقيم بلجال إدغوالكوليك كثر من الوقاية باللغان بعد كل واحد حر اللي بغي يدير لغان وكيرتح فيهم يديرهم ولكن راه إلا دايران دوك اللغان ماشي معين ذا أننا نقدر نقصوه جهنا ونقصوا نيفنا ونحكوا إننا ونقصوا شعرنا راه هي ما هي هادوك اللقان إلا دارينهم وتنقصوا بهم الحواج الأخرين وتنعودوا نقصوا بهم راسنا راه بحالي ما دارينهم أولا وثانيا نفكروا مني نجيو أننا نضغيوا اللحوهم راه هذاك اللقان إلا فيه الفيروس راه مخصناش نجيو اللحو هكا كيف مكان وفين ما كان لأنه إلى واحد آخر دخل معاه ان كونتاكت لعمل دا النظافة أو لأي واحد اللقاس هادوك راه يقدر يتعدى منه لأن الفيروس سيبقى عايش فيه ما تنسوش فقر بأيام إذا إلا قررنا واختارنا أننا نحميوا راسنا بالقفازات بالقفازات فهذا الحالة ما نجيوش ونرميوهم في الماجا بالله وما نجيوش ونرميوهم كيف ماجا بالله على الأقل نلوحوهم وهم مقلوبين على ظهرهم ونشوفوا ونديروهم في ميكا أو الأفكاغات ولا في شي حاجة نشوفوا كيفاش نزيدوا الواقاية وأحسن حاجة نقدروا نديروها هي قبل ما نرميوهم نخوئ لهم جعفال ولا نديرو لهم الماء والصابون ولا الماء نغسلوهم نشوفوا كيف نديرو باش ما نقاديوش واحدة أخر خصنا نعرفوا بأنه هاد إلا استعملناهم كويقاية مزياد ولكن ما خصوهمش يكونوا سبب في تفشي الواقع ما يكونوش سبب في تفشي هاد الفيروس وواحدة أخر يتضرر بهم دونك أردو